لا يبدو هذا المكان مهما أو مثيرا للانتباه لكنه ليس كذلك لدى استخبارات الفرقة الخامسة للجيش العراقي التي تحركنا معها صوب هذا المخبأ هو المعقل الرئيس للقيادات المهمة لتنظيم داعش في محافظتين ديالا وصلاح الدين ويقع في الحدود الفاصلة بين المحافظتين دخلوا المعالجة حاليا جوا لقوا أنهم حاولين يحرقون هذا ظاهر مقر مسيطر مالتهم مقر القياداتهم لأنهم مهتمين به وهذا مخفى عن الطيار ومخفى عن الأنظار جوا كارفان معيني وقل لي سماك شي أمنتو شلي قيته جوا دخلنا المكان بعد دقائق من عملية المعالجة التي نفذتها الهندسة العسكرية خشية من عملية التفخيخ سيما بعد قيام داعش بتفجير أغلب الدور الحكومية في سد العظيم وقريبا من المعقل الرئيس لقيادات داعش دخلنا المحكمة الشرعية للتمظيم في هذه الدار ووجدنا مذكرات القبض والإحضار واستمارات الوافدين فيما كانت آثار الدماء واضحة في المكان هذا البيت اللي خلفنا كان يستعمل للظاهر محكمة الشرعية مالتهم واضافة لماذا اشجب لنا عثرنا على هذه الوثاق مذكرات إحضار مذكرات قبض يعني كل ما يتعلق بالمحاكم مالتهم الدولة اللاسلامية يعني يعني الظاهر هم يكون الدعيين يكون مشتكين نحن بيناتهم الظاهر محكمة بسوينا مثلاً هذه أساسياته وصلاحياته تعريف الحسبة يعني في المصطلحات هي هذا بوعس هذه أمر القبض مذكرة قبض هاي أي ديوان القضاء يعني ان شاء الله اتمنتهم وبعد تطهير المكان اطلقت قوات الفرقة الخامسة مياه البوابات باتجاه منطقة الحاوي بهدف إغلاق الطريق أمام عناصر داعش القادمين من محافظة صلاح الدين اشراف السيد قاد الفرقة الخامسة المحترام ومدير شعب التخبارات الفرقة الخامسة حالياً تم فتح البوابات الخاصة بالسد باتجاه منطقة الحاوي لقطع الامدادات الواصلة من محافظة صلاح الدين باتجاه محافظة ديالة للأرهابين هنا آخر معاقل تنظيم الدولة الإسلامية داعش في المناطق الشمالية لمدينة بعقوبة هذه المناطق من بين الأجمل في العراق والأسخن حتى قبل ساعة قليلة من سد العظيم في الحدود الفاصلة بين محافظتي ديالة وصلاح الدين هذه العنبقي الحرة